السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم خبر عاجل بخصوص حكم اصدر على سيف الدين مخلوف وعدد آخر من السياسيين في قضية غزبة المطار القضية هذه اللي تعود إلى أحداث في المطار وين مرة ما تمكنتش من السفر أكيد ركم تتفكروها الناس الكل كنت ماشي إلى تركيا ما خلوهيش تطلع إلى الطائرة صغرها طلعوا هي ما طلعتش خاطر عندها الإجراء الاس دي سيد سيف الدين مخلوف ومشي مع عدد من نواب اتلاف الكرامة بعد ما جيهم تليفون وحبي طلعها بسيف للمطار وتهجم على أعوان الأمن وقتها ونقبة اللي موجودة في المطار كانوا استنقروا معناها برشا وشوفنا أطوار مختلفة بينسروا وقتها كان فما شكون قال علش ما تماش إيقاف وقته ومزال نائب وقتها مزال فما البرلمان ولكن يقولك إنه الحصانة رو وقت اللي تبدأ أنت مشدود يعني في حالة تلبس في حالة تلبس وقتها يتم الإيقاف متعك حتى لو كان أنت عندك الحصانة لأن الحصانة هي على أفكارك وعلى معناها عملك داخل البرلمان وعلى ذلك الكل مش معناها تعمل تحب عليك كمكواها وعندي الحصانة اللي صار هو أنه بعد 25 جويلة وبعد رفع الحصانة على كل النواب بقرار من رئيس الجمهورية بعد شفنا تطورة الحكية وشفنا برشة تطورات في غزوة المطار والتي تم إيقاف سيف الدين المخلوف عليها وعلى ذمة جملة من القضايا الأخرى اليوم وبعد الإفراج على عميد المحامين يعني عبد الرزيق الكيليني وشفنا سيف الدين المخلوف قدش فرحان بإطلق صراحة الكيليني وقال لا يلق بك أقل من هذا المجد يا عميد الأحرار على العميد الكيليني انتر صورته هو في السيارة هذا عبدالتي في العلبي عفوا سيف الدين المخلوف صور هو والعميد الكيليني وقال أول صورة مع عميدي البطل الحر كما زادة علق على برشة حجية المهم نرجو اليوم للحكم اللي صدر رسميا على سيف الدين المخلوف بثلاثة أشهر سجن لكل من سيف الدين المخلوف ومهدي زاجروبة وميهر زيد في قضية غزوة المطار القضية اللي يذومة معناها متهمين فيها برشة نويب من أتلاف الكرامة اليوم نلقا حكم بالسجن ضد سيف الدين المخلوف مهدي زاجروبة وميهر زيد في قضية المطار هذا حكم رسمي أكدوا عبدالتي في العلبي انشر هذا الخبر ويتأكد هذا الخبر اليوم نلقاوا أنه سيف الدين مخلوف يعني وزاجروبة وميهر زيد حكم عليهم القضاء بثلاثة أشهر سجن نلقا سيف الدين مخلوف آخر يعني تدوينيات متاعه منذ ساعة تقريبا مع عميد المحامين الأسبق عبدالرزيق الكيلين يقول أول صورة مع عميد البطل الحر ديركتم ووقت لي خرج نلقا وهزيد عنده نهار من اللي علق على المسيرة اللي عملوها مبادرة مواطنون ضد الإنقلاب وحركة النهضة والمعارضين لرئيس الجمهورية قيس سعيد وكل حاجز الأمني اللي صار في سيحة باردو ويقول الحل الوحيد الذي بقي للإنقلاب حسب تعبير سيف الدين مخلوف هو للتمترس وراء الحواجز الحديدية والقوة الأمنية هي صورة اللي فمه من هوني المحتاجين ومن هوني قوة الأمن وفي الوسط فمه كالحواجز الحديدية يعني كما مش دروع يعني حاجز حديدي بيش ما يوصلوش للأمنين يقول ما قاد للإنقلاب حسب وصف سيف الدين مخلوف إلا التمترس وراء الحواجز الحديدية والقوة الأمنية وكان يرفع في شعار الحرية للعميد عبد الرزيق الكيليني نلقاوا اليوم أنه يعني سيف الدين مخلوف في القضية ذي متع غزوة المتار كان تعرفت برشا مراحل نتفكروا المحامية إنس حراث محامية سيف الدين مخلوف اللي قالت وإنه هذا كان في سبتمبر 2021 بعد ما تم إيقاف سيف الدين مخلوف تقول إنه سيف الدين مخلوف امتنع على الجواب في أصل الموضوع في جلسة الاستنتاق في ملف ما يسمى بوقعة المطار واعتبر إنه المحكمة العسكرية غير مختصة في محاكمة المدنيين وشدد على إنه العمل لنيابي محصن وحصنته لا يمكن تعليقها وأشار مخلوف وقت ديما هذي نقول التصريحات ترجع إلى سبتمبر اللي فات تقول المحامي إنه مخلوف أشار إلى إنه الإنقلاب بصدد استعمال القضاء العسكري في تصفية خصوم السياسيين النواب والمحامين مستهدفون بدرجة أولى على حد تعبيرها تقول إنه أستجن السياسي سيف الدين مخلوف كما تصفه هي طلبة من الثلاثين محامية ومحامي اللي حضروا لنيابته أصلاة ونياب عن فريق دفاعه إنهم ما يكونوش شهود زور في محاكمة سياسية وصورية وبالتالي تؤكد الحراث إنه فريق الدفاع إن سحب بعد تقديم رئيس الفرع الجهو للمحامين بتونس لملاحظاته الشكلية وأصدر قاضي التحقيق الأول بطاقة إداع جديدة في السجن في حق رئيس كتلة تأتلف الكرامة سيف الدين مخلوف عد مدة في السجن سيف الدين مخلوف ومن بعد غادر السجن تقريبا أربعة شهر رقعد ولا يمكن أكثر شوية في قضية على ذمة يعني قضية المطار وعلى ذمة قضية أخرى اللي هي القضية متاعها معناها عاركت وبتهمة التطاول على القضاء العسكري القضية هذه كانت تحكم عليه من لول بعام سجن هذه يعني يرجع إلى فيفري اللي فيت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية دائمة بيتون السقضات بسجن مدة عام في حق عضو البرلمان المجمد سيف الدين مخلوف مع إسعافه بتأجيل التنفيذ يعني سرسي في قضية التطاول على القضاء العسكري حسب ما أكدوا عضو هيئة الدفاع أو المحامية إسليم حمزة ومخلوف مثل وقته بحالة سراح في الملف هذي أمام أنظار القضاء العسكري على خلفية ما قالت وكيلة القضاء العسكري إنه تطاول من قبله في رويق التحقيق العسكري بمقر المحكمة الابتدائية العسكرية دائمة بتونس على أحد القضاء العسكريين وقتها سيف الدين مخلوف صالة وجالة في المحكمة العسكرية النهار اللي مشي كانت تتفكروا مشي بشي يسلم روحوا يعني قعد متخد بقديش وقال اللي هذيك بطلب من المحامين قالوا له ما تسلمش روحك ومن بعد وقتها قالوا له سلم روحك وقتها بدت تظهر الأمور يعني في قضية المطار وتمت السماعات وتم أطلق سراح بعض الموقفين فهم شي هو يعني بشي يسلم روحه إلا أنه تم إيقافه نهارتها فكل إيقاف هذيك صار يعني مشكلة مع أحد القضاء العسكريين والتهمة سيف الدين مخلوف بالتطابل على القضاء العسكري خلال هكل المونيوشة اللي صارت هذيك في المحكمة العسكرية تحكم عليه بعام سرسي ومن بعد قضاء زاد القطيكم تقريبا أربع شهور في الإيقاف على ذمة القضية هذي وعلى ذمة قضية المطار وغيرها من القضايا إلى أن تم أطلق سراحه مؤخرا هو والنائب نظال السعودي اللي تم أطلق سراحهم واليوم مقاعدة معناها القضية يعني طور التقاضي متع غزوة المطار إلى أن تم اليوم إصدار الحكم هذي اللي هو يعني ثلاثة شهور ضد سيف الدين مخلوف مهدي زاقروبة ومهر زيد في قضية غزوة المطار